صباح الخير حبايبي صف سادس مادة العلوم للصف السادس الابتدائي مشتاقت لكم كل شهواية ومشكورين على متابعتكم للمادة وحضوركم وهذا كله لكم ينحس بدرجات وكله يعود بالنفع عليكم نهاية السنة لانه اكيد انتو حفظتوا اياه وتابعتوا وهذا كله مجهودكم ما راح يروح يا رب ان شاء الله تفرج علينا يا رب ان شاء الله نرجع وبشتاقت لكم كل شهواية واشوفكم ان شاء الله بالدوام بخير ان شاء الله وبصحة وسلامة درسنا لهذا اليوم طبقات الغلاف الجوي حبايبي صف سادس راح نشرح طبقات الغلاف الجوي مثل ما ذكرناه في الدرس السابق انه الغلاف الجوي يحيط بالكرة الارضية والغلاف الجوي يتكون من عدة غازات يستطيع الانسان انه يعيش بدون ماء وبدون طعام لمدة عدة ايام ولكن لا يستطيع الانسان ان يعيش بدون هواء لمدة دقائق قليلة ما يستطيع يعيش بدون هواء وكذاك جميع الكائنات الحية لا تستطيع ان تعيش بدون هواء اذا الغلاف الجوي جدا مهم وكذاك الغلاف الجوي يقلل من سخونة الارض لانه يتكون من عدة طبقات راح نبدين يتكلم عن طبقات الغلاف الجوي عدد طبقات الغلاف الجوي هي خمس طبقات خمس طبقات يعني من نريد نحددها من الاقرب الى البعد هي خمس طبقات اقرب وحدة الى سطح الارض هو الغلاف الداخلي من اسمه داخلي يعني قريب الغلاف الداخلي اللي بعده غلاف طبقي بعده من اسمه متوسط يعني بالنصائر غلاف متوسط والبعده الغلاف الحراري واخر واحد اللي هو بعيد عن سطح الكرة الارضية الغلاف الخارجي اذا لدينا خمسة طبعا يأتينا وزاري صيخة السؤال راح تجي عدد طبقات الغلاف الجوي من الاقرب الى سطح الارض الى الابعاد يعني من نعدد غلاف داخلي طبقي متوسط حراري خارجي تمام؟ بايبي راح نتكلم عن اول طبقة اللي هي الغلاف الداخلي هذا الغلاف الداخلي يكون هو الاقرب الى سطح الارض من حيث التسلسل هو الاقرب الغلاف الداخلي يحدث في هذا الغلاف يحدث التغيرات الجوية يعني ماذا نقصد بالتغيرات الجوية؟ يعني الانطار الرياح الرطوبة تحدث بهذا الغلاف اذا هنا متى تستطيع الطائرات تتحلق بهذا الغلاف لانه بتقلبات جوية إذن ما تحلق بهذا الغلاف هذا الغلاف فقط بالأمطار والرياح والرطوبة إذن تغيرات الجوية حبايبي وصلنا لطبقة الغلاف الطبقي اللي هو ثاني غلاف بالترتيب حسب الترتيب ثاني غلاف طبقة الغلاف الطبقي هنانا هذه الطبقة تحتوي على غاز جدا مهم لحياة الكائنات الحية واللي هو يدعى غاز الأوزون لماذا هذا الغاز مهم؟ لأنه غاز الأوزون يحمي الكائنات الحية من أشعة الشمس المؤذية يحميها من أشعة الشمس المؤذية هذا جاي وزاري أما يجي بصيغة تعريف أو يجي بصيغة فراغ تمام؟ الغلاف الطبقي يحتوي على غاز جدا ضروري لحياة الكائنات الحية اللي هو اسمه غاز الأوزون هذا تعريفه هو غاز يحمي الكائنات الحية من أشعة الشمس المؤذية أحنا مثل ما تعرفون أشعة الشمس تكون ضارة أشعة الشمس منه يحمينا من هذه الأشعة الضارة؟ غاز الأوزون وين موجود؟ بالغلاف الطبقي الغلاف الطبقي رقم من الأغلفة هو ثاني غلاف بهذا الغلاف الطبقي حفظه مكلمة بيها طاء رأهموا إياها بالغلاف الطبقي تحلق الطائرات وين تحلق؟ بالغلاف الطبقي لماذا تحلق بالغلاف الطبقي؟ تحلق بالغلاف الطبقي وذلك لأن هذا الغلاف هذا يجينا تعليل يمكن للطائرات أن تحلق في الغلاف الطبقي وذلك لأن هذه الطبقة تخلو من الاضطرابات الجوية والسحب إذن لماذا تحلق الطائرات في طبقة الغلاف الطبقي وذلك لأن هذه الطبقة تخلو من الاضطرابات الجوية والسحب حبايبي رح نجي على الثالث غلاف وهو الغلاف المتوسط هذا الغلاف له أهمية جدا كبيرة لماذا لهذا الغلاف أهمية جدا كبيرة لأنه يعمل هذا يجينا تعليل لأنه يعمل كحاجز لصد الأجرام السماوية راح يصد لنا الأجرام السماوية اللي تسقط على الأرض شلون يصدها هنا الأجرام السماوية شغب ونيازك راح تحترق بهذا الغلاف قبل لتوصل إلى سطح الأرض راح يحترقون أما يوصل حجر بسيط أو حتى هذا الحجر بسيط يحترق تمام حبايبي؟ إذن هذا الغلاف جدا مهم لأنه تحترق الأجرام السماوية فيه سنوصل للغلاف الرابع اللي هو الغلاف الحراري من اسم هذا الغلاف الحراري يعني ترتفع بدرجات الحرارة هذا كل ما موجود بالغلاف الحراري هو رابع غلاف وترتفع بدرجات الحرارة نجي على آخر غلاف اللي هو أبعد واحد عن سطح R اللي هو اسم الغلاف الخارجي يعني اللي بره هذا الغلاف يكون أبعد واحد عن سطح الأرض بس أقرب واحد للفضاء الخارجي هنا يبدأ هذا الغلاف يتلاشى تدريجيا يتلاشى تدريجيا يعني يقل سمكة بعدها طبعا هنا يكون نادر الهواء وجوده بهذا الغلاف لماذا يكون نادر الوجود الهواء لأنه الجاذبية تكون قليلة جاذبية الأرض لهذا الغلاف تكون قليلة فالهواء يكون قليل مثل ما تشوفون الأقمار الصناعية تسبح بالغلاف الخارجي هذا يجعلل لماذا تسبح الأقمار الصناعية أو سؤال لماذا تسبح الأقمار الصناعية بالغلاف الخارجي أو تسبح الأقمار الصناعية في الغلاف الخارجي الجواب رح يكون وذلك بسبب قلة الجاذبية الأرضية لهذا الغلاف بما أنه جاذبية ماكو فهنا رح تسبح يعني رح تطير الأقمار الصناعية بهذا الغلاف ماكو شي يجد بها السطح الأرض لأنه جاذبية قليلة تمام حبايبي؟ رح نتكلم عن الإشعاع الشمسي ماذا نقصد هذا يجينا تعريف أو فراغ؟ ماذا نقصد بالإشعاع الشمسي؟ هي الأشعة الصادرة عن الشمس والمتجهة نحو الأرض يعني الأشعة اللي تجينا من الشمس واللي تتجه نحو الأرض تعريفه جداً بسيط هي الأشعة الصادرة عن الشمس والمتجهة نحو الأرض سؤال هل تصل أشعة الشمس جميعها إلى الأرض؟ الجواب كلا لا تصل معظم الطاقة الشمسية إلى الأرض حيث يضيع بعضها في الفضاء الخارجين قصة بين هذا أشعات الشمس رح يضيع بالفضاء الخارجي وبعضها تمتصى الغيوم والسحب أو تعكسه يعني أما تمتصى أو تعكسه إذن جزء اللي يوصل الفعلي إلى سطح الأرض هنا أنا من يوصل إلى سطح الأرض سطح الأرض شا راح تسوي قسم تعكسه للفضاء يعني تراجعه للفضاء والجزء الآخر يقوم بتسخين سطح الأرض واليابسة يعني والمحيطات والهواء يعني اللي فعلاً اللي يوصل لنا حيث يسخن لنا هواء محيطات واليابسة هناك نقاط هذه النقاط طبعاً تقروني شرح مرتبة بالكتاب وأنا سويتيالكم بشكل تعداد يعني بعضهم مثل ما يستشوفون سويتيالكم أنا بشكل تعداد بس أنتوا وين تقروها الشرح لأنه هو بسيط وينقري نفسه بالكتاب حبايبي هنا أنا أشعة الشمس اللي توصل للأرض ومو كل المناطق توصل لها نفس كمية الأشعة يعني مثلاً المناطق الجبلية مو من نفس المناطق الاستوائية إذن هنانا على شنو يعتمد على نقاط أشعة الشمس اللي توصل للأرض يعتمد اختلافها على نقاط أول اختلاف يزاوي السقوط أشعة الشمس هنانا زاوي السقوط أشعة الشمس يعني الأشعة العمودية تكون قوية جداً يعني جداً قوية مثلاً من تجينا أشعة الشمس ساعة 12 الظهر إننا ستكون عمودية وجدا قوية وأشد تركيز ثاني نقطة اختلاف طول النهار اختلاف طول النهار هم يلعب دور كبير بكمية الإشعاع الشمسي يعني مثلا من النهار يكون طويل هنا إشعاع الشمس رح توصل لنا بشكل أكثر تمام بالصيف ثالث نقطة اللي هي شفافية الغلاف الجوي شفافية الغلاف الجوي شنو نقصد شفافية الغلاف الجوي يعني من السمة تكون صافية هنا الشمس رح تكون عالية ومركزة بينما من أكو شوائب غبار رماد سحاب بخار ماء هنا إشعة الشمس رح تكون قليلة لتوصل للأرض لأنه الضيع بالغبار وبالسحاب وبالرماد تمام آخر نقطة اللي هي اختلاف التضارس شنو يقصد باختلاف التضارس يعني مثلا المناطق الجبلية هنا اللي بيها جبال رح تكون إشعة الشمس بصورة مائلة بينما المناطق الاستوائية أول شي السنة كلها هي موجود عندها الشمس توصلها بشكل كبير وثانية تكون عمودية تمام؟ هذا هو كل درستنا أتمنى تكونون أنه استوعبتوا الدرس وإذا اشتاقيتوا لي أرد لعيكات لأنه أنا مشتاقت لكم كل شوواية ورح أسوي مسابقات بالقروب ما الفايبر إن شاء الله وراء ما تقرون المادة وتلخصون وترسلون التلخيص سوي لكم مسابقات بالفايبر الامتحان اليومي هو سؤاليا طبعا أريد قبل ما تبدون تحلون وراء ما كملتنا الحفظ وكملتوا التلخيص تبدون بالامتحان أسماءكم على الورقة هاي ضروري كلش الاسم والشعبة حتى أعرف ما تصحح الورقة اللي ما بيها اسم والتلخيص كله يمكتب ينذكر بالدفتر كله يمكتب لأنه إذا أراد وشاوفنا إن شاء الله أصحح لكم الدفاتر يلا ويايسا الامتحان سوي سكرين حتى يبقى الامتحان يمكم سؤال الأول عد الطبقات الغلاف في الجو بالترتيب يعني شنو بالترتيب يعني من الأقرب للسطح الأرض للأبعد من قريب السطح الأرض أول شي تكتبوه للبعيد بالترتيب فقط تعداد سؤال الثاني ما المقصود أولا الإشعاع الشمسي يعني تعاريف ثانيا غاز الأوزون وإن شاء الله الواجب البيتي مذكور عدكم بالتوثيق اللي رح أرس لألكم مع الف سلام حبايب